بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة 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 مع رسول الله أهلا وسهلا بكم في كابسولة رقم 81 هنرجع نتكلم تاني عن منظومة الكلور والنهار دا هنتكلم عن حاجة اسمها طبط الانسهار شوف يا جماعة كل كونتينر جما قلنا أو كل حوية أو كل بارل أو كل درام من الحويات أو استوانات الكلور اللي متكلم عليها اللي هي واحد طن بيكون فيها جزء اسمه طبط الانسهار أو الفيزابول بلاج الفيزابول بلاج دا يا جماعة زي ما حالتكم شايفين منظرها هنا اهو هو عبارة عن آآ طبط مع الوضع بتبقى ركبة جوة الاستوانة زي ما حالتكم شايفين في الاستوانة احيانا من الامام واحيانا من الخلف الاستوانة دي فيها الكور بتاعها قلبها عبارة عن جزء من الوصاص لما بترتفع درجة الحرارة عن سبعين درجة معوية بينصهر وبيسمح بخروج الايه الكرور خارج الاستوانة احنا متكلم ليه كده يا جماعة بنقول بمنطقة البساطة السائل الكولور الكولور المضغوط وهو تحت ضغط فبتالي بقى سائل سائل الكولور لجوة الاستوانة آآ معامل التمدد بتاعه عالي جدا ولو هي في درجة حرارة آآ يعني الجو سخن شوية ودرجة حرارة زادت فالبالتمدد دا ممكن يحصل انفجار الاستوانة لكن عشان ما تنفجرش فهم عاملين الطبط دي حاجة زي الامان كده زي الفيوز بيدرب بيحمي الاستوانة منها تنفجر بتتفتح الطبط وبتدي يخرج منها آآ بتدي بتدي الجزء دا يسيح وبتدي يطلع منه اللي ايه الغاز او اللي ايه الكولور اتسرب منه يعني تمام؟ آآ بحيث ان هو الموجودين يعرفوا ان في مشكلة فيبتدي بعد كده يعالجوا الجزء دا باللي هي شنطة الكولور بيكون في خبور بيتحط في الطبط دي بحيث افلها ويمنع التسريب آآ كده بقى انت ايه حاميتها ونفس الوقت بقى مصدر السخونة او هي بتدي تصرف عشان تبعد الاستوانة عن الحرارة اللي ممكن تسبب لها الانفجار وبالتالي بتحمي آآ الخزان نفسه او سري مخزن الاستوانة بتاعته آآ الاستوانات اللي هي الخمسين كيلو يا جماعة فيها برضو فيزب البلاج لكنها بتكون ركبة في المحبس المحبس اللي بركب فيه اعلى الاستوانة بيكون فيه جزء ده اللي هو آآ طبط الانسهار او الفيزب البلاج اللي بينا عليها برضو بتعمل نفس عمل بتاعت الاستوانة الالف او او الحاوية الالف بتاعت ايه طبط الانسهار نفس الدور بالزبط اللي عاوز نقوله ان احيانا تبقى الطباط دي مكانها حسب الشركة المنتجة احيانا من الامام زي ما حدثتكم شايفين واحيانا تانية بتبقى من الخلف يعني دي السوانة مفتوحة هنا اهيه زي ما حدثتكم شايفين لو بصنا فيها من الداخل هنشوف كده ايه ان في الاخر خالص فيه التلت طباط انسهار بينين معانا هون تمام ده كان نوع من الانواع يا جماعة لكن فيه طبط الانسهار الحديثة او الموجود دلوقتي في السوق عندنا الطبط نفسها عبارة عن الشكل ده هو الطبط دي بتكون الوضع وفي جسم الاستوانة لكن مفتوحة من فوق الجزء زي ما شايفون هو اده جزء رصاص اللي نتكلم عليه لكن معاها المصمار ده المصمار ده بيكون ركب فيها زي ما حدثتكم شايفين كده وما يكونش مربوط المفروض ما يبقاش مربوط يعني اللي بيحصل ان لما بتسخن الاستوانة والداخل الحارة ترتفع الجزء ده بيسيح وكتير يسرب الغاز ساعتها انت ما تبقاش محتاج انك تجري وتجيب شنطة الكولور وتاخد الخبور وتعمل كلام ده انت كل حكاية انك هتربط المصمار ده بيدك تمنع تسريب والموضوع انتهى وتفيدي تعالج الموضوع يعني طريقة اسهل في معالجة او في تصميم طبط المصار اللي بنتكلم عليه اللي انا هايز اقوله هنا جماعة ان الواجب علينا وحنا بنتعامل مع الاستوانة دي لما نشوف الاستوانات ونلاقي الكلام ده موجود احنا نتأكد ان الكلام ده مش مقفول ما في احنا الناس يقولك هو ماشي يجربطها بيده لأ دي وظيفتها انها تبقى مفتوحة مهوية عشان تبتلي عشان تبتلي ايه تسرب لو حصل لقدر الله ايه السخونة وارتفاع في درجة الحرارة دي كانت الكابسولة بتاعتنا النهاردة رقم واحد تمانين بتمنى انها تكون مفيدة واضافت لكم بشكركم شكرا جزيلا انا اتمنى منكم التواصل على رقم الواتس او الايميل الموجود على الشاشة اشوفوا شكرا بخير في كابسولة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله